واحنا عندنا يعني سنة في حاجة مغلوطة كده في فهم المصطلحين لانهما مختلفين شوية تقطية الأحمال او مخطط الأحمال دي يعني عملية او منظومة او بروسس اساسها مخطط الأحمال بس هي بالشراكة مع كل الجهاز الفني خاصة المدرب العام دي بتبقى مسؤولة اكتر عن جهزية الفرقة يعني لو عندنا ماتش يوم السابت و ماتش يوم الاربع اللي بيحصل بالزبط في الحد والاثنين والثلاث التلاث يام دول اللي بيحصل بالزبط للناس اللي شاركت 90 دقيقة للناس اللي شاركت كبودلاء للناس اللي ما شاركتش الناس اللي عندنا زي ملاحظات عليهم بدنيا اللي يتعمل بالزبط في التلاث يام عشان انت بتعتبر ان اي حد في الفرقة عندك ممكن يلعب 200 دقيقة في يوم الاربع فانت دورك الاساسي كمخطط أحمال انك تشترك مع كل الأجزاء جوه الجهاز سواء الفني او الطبي فان الناس كلها تبقى على أعلى درجات الجهازية اللي هم عليها مش تطورهم قد ما احنا بنتكلم عن جهازيتهم فأحسن مستويات ليهم يعني ده تقديل الأحمال باختصار شوية انه تفاصيل يمكن كتير شوية في اللي بتعمل بالزبط في الملعب وانك بتختار نمط التمرين والفوليوم مش بس قصة زمن او مش بس قصة مسافات الجاري او كده نوع التمرين وامتى نعمل تاكتك وامتى نشتغل ضغط عالي وامتى نشتغل من الوقوف وامتى نوقف التمرين كتير وامتى نشتغل يعني رتم التمرين او كسافته يبقى عالي كل ده حاجات يعني بيتم دراستها مش مالاش علاقة بالخبرة قد ما هي لي علاقة القدرة على استخدام العلم يعني او استخدام التكنولوجي جميعا يطور للأساليب الحديثة دايما فبالتالي زي ما التدريب بيبقى فيه أساليب حديثة فانت بتبعيه بباليك يا سايب لانت جزء كبير جدا من التدريب او التمرين او الاعداد البدني وبالتالي بيخش فيه بقى الناس هنا بيختلط عليها الامر ما بين مقطة الاحمال والمعد البدني بالضبط يعني يمكن استكمالا الحيطة على مقطة الاحمال هي كتل اول عملية بالخبرة شوية بتتعمل مما يعني يادوي من ارقام اللي عيبة بتقولها وكرا اتنقلت دلوقتي للتكنولوجي طبعا الناس كلها بتشوف اللي عيبة لابسة جي بي اس في ظهرها ده مش بس جي بي اس يعني ده بيبقى جاي بمسافات وصرعات وعدد الالتحامات وعدد المرات اللي غير فيها اتجاهه وعدد المرات اللي عمل فيها تسارو او اكسلراشن ودسلراشن لما عمل سبرينت ويفارمل بتطلع متغرق كتيرة بتوصل ال 180 متغير انت بتستخدم منها اللي مناسب لانك ترائب تمرين ولا بترائب اللاعب ولا انت بترائب الاسبوع على بعضه وهكذا يعني فده الحيطة بتقططيط الأحمال المعد البدني هو مين بقى؟ المعد البدني هو المسؤول عن شغل بقى بره بيتقال عليه سترنس عن ده المسؤول عن انه يشتغل تمرين السترنس والتسخين وتمرين الجيم اللي هي specific للكورة وللتوقيت وللعيبة والفروق ما بينها فهو مش بيكون صاحب القرار نعمل جيم امتى؟ قدمه هو صاحب القرار في ايه محتوى الجيم بالضبط المناسب للعيب ده وللعيب ده وللعيب ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة